نقص الخطر يدق في إفريقيا بعد ازدياد الأرقام التي تتحدث عن عدد الهجمات الإرهابية بشكل بات مثار قلق داخلي وخارجي إذ عملت تنظيمات الإرهابية على تعزيز نفوذها نتيجة سيطرتها على موارد استراتيجية هناك واستغلة حالة الفوضى الأمنية السائدة في بعض البلدان تقارير ليست مطمئنة تحدثت عن كم الهجمات الإرهابية في إفريقيا إذا فدت بأنه في شرق القارة نفذت تحركة الشباب الإرهابية خلال شهر شباط فبراير في الصومال وكينيا 65 هجوما إذن انسحاب القوات الأمريكية إلى كينيا وجيبوتي والذي أدى لازدياد عناصرها إلى نحو عشرة ألاف في إطار محاولات تعزيز وجوده أكمل نحو 200 عنصر بتنظيم داعش الإرهابي تدريبهم في معسكراته بمحيط بحيرة تشاد ومعظمهم من القصر ما يشير إلى صعوبة خداع الكبار في الانضمام إليه بحسب تقارير ومن خلال تتبع مخططات التنظيم الإرهابي يلاحظ أنه يحاول تركيز اهتمامه بالعفاظ على وجود قوي له في دول الساحل الإفريقي الغربية إذ أبدأ التنظيم الإرهابي نية واضحة عن التقدم داخل أراضي مالي ومنها التواجه نحو موريتانيا وحاولا الاستفادة من مرحلة تقليص وجود قوة برخان وتكوبا في المنطقة مراقبون في شأن الإفريقي أكدوا أن الانسحاب الفرنسي من مالي مثلا تسبب في مزيد من التأزمي نتيجة عدم تأهيل الجيش المالي وهيكلته للتعامل مع التحديات الأمنية ومن ثم كانت الفرصة متاحة للجماعات الإرهابية لعادة ترتيب أوراقهم وتوسيع نفوذهم داخل البلاد تكتيكات مختلفة تبعه الإرهابيون في تحركاتهم كالتنكر في زي رعاة الذي يتبعه تنظيم القاعدة الإرهابي في وسط مالي منذ سنوات ما جعل السلطات في بنين تحضر دخول الماشية لقطع الطريق أمام تحرك الإرهابيين مع قطعان الماشية كما يفعلون دائما ويقدر الدخل المالي لحركة الشباب الإرهابية بنحو 130 مليون دولار سنويا إذ تشير الإحصاءات إلى استمرار توريد السلاح وذخيرة للإرهابين في إفريقيا وإذا لم يساعد المجتمع الدولي في وقف هذا الشحن فسيستمر نمو الإرهاب القارب حسب متابعين وبناء على ما سبقت واجه دول الساحل عموما عدة مشكلات تنعكس بالسلب على قدراتهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية مما يزيد من التوترات والحاجة المليحة لاستعانة بشركات أمنية الأمر الذي يكشف ثغرات الأمنية المتمثلة بضعف الدولة وتشتت المؤسسات العسكرية وتنامي الصدام الإثني القبالي حيث يصنع كل ذلك أرضية خصبة لانتشار الإرهاب شكرا